اشتركوا في القناة 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 يعني اللي تقال لين يعني ازاي جماعة بنعم مسابقة تحت 22 سنة فقالوا الله يمكن ان حد يستفيد من المسألة ديت والمنتخب الأولمبي يضموا في الرايح الأولمبياد في حين ان المنتخب الأولمبي عنده 18 لعب اللي هيتسجلوا في الأولمبياد فيهم 3 أكبار يعني بتكلم في 15 لعيب تقريبا كلهم الدوري من خدمه أشكد يعني فيه فيه اكتر من 40 لعيب عند الكابتن شوي غريب كلهم مشاركين بشكل اساسي كامل في الدوري الممتاز فيه مثلا 20 غيرهم في الدوري الممتاز يعني مستحيل يتم الاستعانة في حد من الدور مستحيل حد هيبص أساسا لحد بيلعب مسابقة نشيئين يعني انت شاف نهاية نعدام رؤية من اللجنة الخماسية يعني مش عايزة أقول كده هم يعني اكتهدوا أو وجهة نظر اللي اتعرضت في هذا التوقيت بالشكل ده الحاجة الثانية النهاية الحقيقة كانت يعني الصورة ان ديت عشان عنصر أو عنصرين يتسجلوا يعني دي اتعاملت يعني لعب أو لعبين لعب أو لعبين مجاملة يعني بدل ما ناديهم يخسر المكان في الدرجة الأولى يعني فاتحطوا في النشيئين ودول بس اللي موجودين في السن مين مين دول لا يعني انا ما ظنش ان في حد في المنتخب الأولمبي من المرحلة دي ممكن يكون هيروح أو لأ تكلم في عنصر ايه عمار حمدي مثلا في الاتحاد مصطفى شبير في النادي الأولي يعني مصابقة بحالها اتعاملت عشان اتنين لعيب لا انا بقول انت النهاردة في المنتخب الأولمبي في السن ده اللي مسجل في هزي المرحلة وهم كان لهم كان في الدرجة الأولى يعني المنتخب السؤولة طبعا كان هيتقايد مصطفى في النادي الأولي في الدرجة الأولى عمار كان هيتقايد الزبط كده النادي الأولي كانت مشكلة فهي ممكن تكون الفكرة كانت فكرة يعني حسنة لكن هي ظلمة جيل ايه الظلم اللي وقع عليهم ان اللعيب اللي مش هيلعب النهاردة درجة أولى في ناديه وعنده 22 سنة لو كان خد فرصة كان ممكن يروح نادي تاني وكان يظهر بشكل أفضل صحيح وممكن يعني ياخد فرصة أفضل من كده دي راح عشان كده احنا لما وقفنا المسابقات لما طبعا ظروف الكورونا فاحنا وقفنا كل مسابقات الناشئين ومراحل السنين مجرد من أول اجتماع علينا تم على طول في ديسمبر الماضي قلنا ان مسابقات الناشئين بالكامل هتنتهي دور واحد هتستكمل بدور واحد مع عدم مسابقات الجمهورية الجمهورية دي احنا كان عندنا اربع مسابقات اللي همونا 99 ما هي دي 99 2001 2003 2006 كان يهمنا احنا عندنا تشكيل منتخب 2001 احنا جينا انا يوم 18 القرار صدر لو كان تاني مباراة في بطولة شبال افريقيا المؤهلة بعد كابت الربيع اللي لم يتمكن المنتخب ميلعب للظروف اللي حصلت الملابسات اللي حظت فبقى 2001 خلاص خرج من كاس العالم وبعد كده اولغي كاس العالم نفسه الفيفا الغال كان في اندونيسيا فكاس العالم خرجنا منه 2001 فما عددش المسابقات دي دلوقتي مرحليا مهمة 2001 ده هيكون عنده فرصة تانية بعد المنتخب الاولمبي الحالي بعد الاولمبياد انه هو يتشكله منتخب اولمبي ل 20 24 منتخب 99 ده منتخب ده ما دخلصت فيش منتخب ما عندنا السن الشباب كاس العالم ده انتهى من سنتين من 3 سنين خلاص واحنا ما حقناش ما روحناش فيه الحاجة التانية انه هو ما عندوش مرحلة سن منتخب اولمبي كل الحكاية انه احنا لو كنا بطلنا المسابقة فورا كان الجيل ده هيتظلم انه هم اللي تصعدوا فريق اول ولا بقى عندهم فرصة انهم يكملوا حتى الفريق الاول ممكن يبص الولد اللي لعيب فيهم او حتى ممكن السنة الجايب عنده فرصة كان هيوعد 8-9 شهور قاعد في البيت هيجي التنقل الان هي درجة اولة هيبقى فرصتهم لل فققونا هنستكمل لهم مسابقة تنشطية من دور واحد المسابقة اللي مرسل شروطهم لو او كان لن قلنا على 99 اوكاي مسابقة تنشطية للجيلين اللي هم 99 و 2001 المرحلة التانية من المسابقة اللي كانت مرسلة من بداية السنة كانت المرحلة التانية ده كانت من دورين مرحلة الاولى اللي هي اسم المجموعات ما كانش دور الجمهورية السنانide الاول مرة من سنوات انه ما يتلعبش دوري واحد كل الفرق الدوري المتازل بتلعب مع بعض. هم. هم اسموا لمرحلتين. اسموهم لمرحلتين. الاوائل اللي يلعبوا اه دور للبطولة والاخارة يلعبوا دور للهبوط. طبعا ما عادش هبوط ولا فاحنا قلنا هنكمل من دور واحد بس. اوكي. الدوري المتازل هيلعب دوري هيلعب مع فرق الدوري المتازل بتاعته. اوكي. وغيرنا النظام من اول يوم جديد. وكنت هتدغي المرحلة السنية دي. كنا هنستكمل اساسة. اوكي. وقلنا نكمل عشان الولاد دي ما تعودش الفترة. فقلنا هنكمل هنستكمل مسابقة تنشيطية للمرحلتين. انت بعدت قلت كده? لا احنا خلاص احنا نكملنا دور واحد. اوه احنا بعدنا قلنا هنكمل دور واحد الفريتين. اه. خلاص الشروط اللي هي دورين ومرحلتين وصعود وهبوط دي خلاص. اللي هي اتعاملت مع 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 ناشية دي المسابقة مع اللبنا الخمسي. ايه اللي استكملناه بقى بشكل كامل من دورين. مواليد الفين وثلاثة والفين وستة. لان فيه منتخب الشباب لالفين وثلاثة المشارك في التصفيات المؤهلة لكاس العالم عشرين تلاتة وعشرين في اندونيسيا. ومنتخب الناشئين مواليد الفين وستة المشارك في تصفيات تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم عشرين تلاتة وعشرين للناشئين في بيرو. واي. فدول المسابقتين اللي حتى في في مساء رمضان هم المسابقتين دول مكملين حتى في رمضان يعني دول مكملين هم مكملين فيهم المرحلة التانية فقط مرحلة المرحلة التانية للفوق بس المجموعة اللي تحت خلاص شافوهم الجهاز الفني للمنتخبين سواء الكابتن مؤمن سليمان في الناشئين او الكابتن محمود جابر في الشباب فخلاص اكتفوا ان احنا لعبنا مرحلة دور واحد بس المرحلة اللي تحت بالنسبة للفوق اللي هم مكملين للبطولة بنلعب لهم الدورين ذهابا وعودة والامر مكمل بشكل طبيعي 99 قلنا هنستكمل عشان الولاد هنكملهم المسابقة التانشفطية من دور واحد بس ايه اللي عمل اللابس اللي عمل اللابس ان لما الفرقتين رايحين للتساوي الناس حصل اللابس هي شروط حسم مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم منذ سنوات مشينا على النظام الافريقي احنا في نظامين في حسم المسابقات اي بطولة وانت من غير ما تسأل كده اي حد تصفيات المؤهلة الكس العالم هتلاقي الاهداف الحاسمة فيها التصفيات المؤهلة الافريقية مسابقات الاندية الافريقية كل مسابقات الاتحاد الافريقية حتى الان المواجهة المباشرة هي الحاسمة المباريات الافكاس عالم الاهداف هي الحاسمة إحنا منذ سنوات مش هنا بالنظام الإفريقي المصري ماشي بالنظام الإفريقي اللوه المباشرة هي الحاسمة ها في الدور الممتاز طبعا وفي كل الدرجات لكن إنت ما بعدتش ده للأند إن مكتوب في آخر باند من البنون إذا لم تكتمل المواجهات المباشرة يتم اللجوء للبند سالسا سالسا ده اللي هو الترتيب العام الترتيب العام بيتكتب بالاهداف يعني بكتب الجدول بنزله ازاي بنزله بترتيبه عشان اكتبه ما عدش ببص في حالة حالة فبيتكتب بالاهداف لكن حسم البطول في الصعود في الهبوط هي المواجهة المباشة فبقى النهاردة اللي مكتوب ده على الدورين فوكأن اللي فصر فصر وكأن الدورين ما تلعبوش ده تلعب دور واحد يبقى لم تكتمل يبقى روح للأهداف وللترتيب العام بهذا الشكل وإن كان الاتحاد أصلا قرر استكمال من دور واحد بس فإحنا قلنا خلاص يا جماعة عشان يبقى فيه معيار العدالة حتى لو الأمر التبس على الفريقين والمشهد اللي حصل فحتى لا نحب الطرف من الأطراف ودي مسابقة تنشيطية من الأساس يعني مسابقة مش مؤهلة لحاجة ومش مكملة فقلنا خلاص ما نحسب بالبطولة بمبارة فاصلة أسهل هي مش بطولة لكن في الآخر الناس تبقى يعني حتى لو المدرب قال والله ده أنا كنت الأول أول اللاعب يقول والله أنا في تسعة وتسعين عملت كذا أو مباراة قوية بين الأهل والزمالك تدي فرصة لكل الولاد إنهم يتشافوا سواء من الدرجة القول عندهم أو من الأندية التانية وليس أكثر يعني يا مباراة واحدة يعني مش يحاول يتشافوا أول فجأة طبعا شان المضوفي قاله الزمالك طب حد فكر كان مين بطل تسعة وتسعين سال فاتت؟ طب مين بطل ألفين واحد؟ طب يرك إن ولا مسابقة اكتملت أساسا ولا مسابقة اكتملت؟ ولا مسابقة سالفات ولا مسابقة ناشئين السالفات اكتملت في كل المراحل لا تسعة وتسعين ولا ألفين واحد ولا تلاتة ولا ستة ولا خمسة ولا حاجة خلص فهي بس السنة دي إحنا كملنا إحنا السنة دي في الظروف دي إحنا ضغطنا إن إحنا بنستكمل آآ مسابقات الجمهورية خاصة اللي فيهم المنتخبات وحتى لا نظلم منتخب تسعة وتسعين وإن كنا غير مقتنعين إن تسعة وتسعين كانوا يكونوا مسابقة مرحلة سنية كان من الطبيعي إن الولاد والشباب دي إنهم ينتقلوا لأندية ويكون عندهم فرصة أفضل في اللعبة في الدور الممتاز عشان ما نضيعش عليهم فعملنا المسابقة دي فعشان كده القصة أنا مش عايز أدي للموضوع ده هو أخذ أهميته يعني هو خلاص عشان أهلي زمالك هو عشان أهلي زمالك وقبل الأهلي والزمالك الكبير وما سبقه أو ما سبقت المباراة دي من يعني من كلامه وراءه في الموضوع فحبه لأن إحنا رجعنا للكورة للجدل للجدل حتى في الناشئين ده كوي طيب قبل ما أقفل الجزئية دي واروح لك على حكاية العقوبات أنا بس مش عايز نطول أو يعني إحنا عندنا أنا بقالي يخلي بالك إن أنا أربع شهور بأول مرة أطلع على قناة من قنوات إعلام المصريين منذ أو قنوات المتحدة وقنوات أون منذ توليت رئاسة اللجنة أربع شهور كاملة كاملة أسف فمش عايز يعني إيه نهدرها في المسابقة التنشطية لا لا إحنا 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 يعني أنا بقى أقدر أهمية المواضيع ده موضوع أخذ راو فكان لابد إن إحنا نتكلم فيه تمام علشان ننهي هذا الموضوع وانتقل لجزء آخر وخصوصا أخذ أهمية تانية لأنه نتج عنه إقافات للعيبة وكذا وكذا وأمور تانية نتج عن موضوع جانبي جانبي لكن في النهاية هو في ديل المباراة لو الأهلي أو الزمالك قال لك أنا مش رايح انتحددت يوم عشرين تقريبا على فكرة للتحدي السكندري مثلا من أول يوم في السنة قال للمسابقة دي أنا شايف إنها ملهاش جدوى وماشتركش أصلا مجاش الزمالك فين الموضوع يعني قرارك إيه دي مسابقة تنشطية ما فيش موضوع يعني مش هتعلم أي حاجة ولا حاجة خالي ده مسابقة تنشطية ولا في موضوع يعني يعني أصلا يعني أصلا مش عايزين نبسطه للدرجات يعني النهاردة راح الأهلي هو واحدة بص يعني مش عايز أقولك إنها يعني موضوع هو بس بص هي طبعا السوشيال ميديا خاصة إنها أهلي وزمالك فدايما المواضيع بتكبر فطبيعي جدا أنت كقناة أو أو أي حد مهتم بالإعلام وبالرأي العام بيهتم بما يهتم به الجمهور لكن لما تيجي تتكلم كأهمية مسابقة من الناحية الفنية أنا موضوع جدا ما لاش أي قيمة وما كان يجب أن تكون ومفيش حاجة اسمها 22 سنة الملعب وما راحش زماء طب أنا هسألك سؤال راح أي فرقة وده كسب ده وخلص الموضوع أه أنت هتعلن إيه خلاص خلاص بقى ده بقى ده الأول في مسابقة 9 موالي 99 آه إيه بقى بس خلاص أنت عايز سؤالك إيه يعني فيه إيه يعني مفيش موضوع أنت هتعلن إيه مسابقات المراحل السنية الأساس فيها لاكتشاف لعبين الفرق الأولى واكتشاف لعبين للمنتخبات آه اعلن انتهاء المسابقة دي ما عنداش مشكلة خلاص على فكرة ده ده على فكرة دي فكرة فكرة مطروحة جدا بقوة آه هو جماعة الناس هو الاتنين مؤترضين عليه بسبب تسويسين إحنا حاولنا أن إحنا نحمي الولاد دي بدل ما هيقعدت الشباب دي بعدش ولادها الشباب دي ما جاتش علاماتش يعني ناقص خلص الماتش أنت اعلن بكرة انتهاء هدي المسابقة مؤترة للاعب مفترض نوفر الفريق أو في نات زمانك ولاعب جيد نتحدث عن هذا الأمر ولكن بعد الفرق طيب عشان ننتقل بسرعة من الموضوع ده اللجنة الانضباط وقعت جزاءات 12 مباراة و200 ألف وكذا وخمس لعيب والحكاية والرواية هل الزمالك تقدم بالفعل بشك وضد لعابة النادي الأهل أنهما أساء وتعبير وكذا وكذا تجاه نادي الزمالك لا أنا الحال ما مشيت نهار دا من الاتحاد ما كانش يجيه مش حاجة خالص لا النهار دا ما كانش يجيه حاجة من هذا القبيل من الزمالك لا لا خالص والحقيقة اني مبارح بالأمس احنا لما انتشر الفيديو ده احنا نزلنا مذكرة وسيدي كنا نعرف إمام عشور أنا معرفش مين حتى الأشكال ممكن تبقاش واضحة ومش معروفة لي نعم مش كلها معروف وده اللي قدمناه لجنة الانضباط وانت شفت الفيديو مبارح شفت جزء من فيديو امامة شفتش أكتر من كده وفي الأخير احنا أحدنا الموضوع لجنة الانضباط الكلام دا كان بالأمس يعني مبارح واللجنة مبارح بتيجي يوم لتنين عادة انها ما جاتش مبارح خالص الاتحاد الحقيقي كان النادي الأهلي عمل مذكرة شكوى طبعا انت خلاصة لما مضاب عند لجنة الانضباط لجنة الانضباط من اللجان القبالية يعني لقرارها مش احنا اللي بنعقب عليه بالزبط النهاردة تم تسليم تلقى الاتحاد القرار العقوبات من لجنة الانضباط وكان معروفة من بارح واللغة الاتنين النهاردة جلنا القرار يعني هو 24 ساعة ما قلتها توقفه لغاية لما يتم الاستقناف لا 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 هو مجرد الاستقناف بيوقف القرار هم بيقولوا لا لجنة الاستقناف لا بيتوقفش لا انا مش دعب هم انا بتكلم على الله انت اللي حتاعتك كده الاخر انا لبقى الاخر انا دلوقتي بطب اللي يلغي يقلل يعيد التحقيق يعمل هي الاستقناف اللي هي التظلمات هي بص التظلمات او الاستقناف دي هي الاستقناف امام قرارات جميع اللجان بما فيها الانضباط اللي لدينا قضاء أي الوحيد اللي يتم التظلم اللجنة الوحيدة اللي يتم التظلم أمامها من قرارات الانضباط كمان هي الاستئناف باقي لجان وإدارات الاتحاد يمكن للمجلس اعتمادها أو رفضها لكن برضو من حق من حق الصادر ضده قرار إنه يستقنف ضد قرارات اللجان أو الإدارات العادية أمام لجنة الاستئناف أو التظلمات اللي في الوقت ده بيكون قرارها نهائي نهائي هو المستشار عدل الشورباج تأكد تخفف تغلز لا تعيد الموضوع تاخد بقى فيه قرار جديد من عدم لكن هي لما تعيد المسألة لكن هي يعني فيه مبدأ قانوني وهو أرسح حتى أستاذنا الأستاذ عدل الشورباج وهذا عرف معروف إنه لا يضير الشاك بشكوية أو الاستئناف طبعا راجل قانوني يعني أنا النهاردة استقنفت مش هستقنفت قومت تديني الاستئناف دلوقتي النادي الأهلي من حقه يستقنف لو رأه إن العقوبات دي غير كافية يبقى دي في الحالة دي هي اللي ممكن العقوبات تتشدد إن ده بتظلم إن القرار دي قليلة أو الطرف اللي هو ضده قرار إذا تظلم الأول هو اللي شايف إن القرار دي كبيرة والحاسم الزمالك كنت قد باستناف أنا سمعت إن الأهلي هستقنف ما جليش يعني معرفش حتى اللحظة ما فيه لكن أنا أتصل كلمنا السيد اللي هو عماد والكابتن أسامة كان نكلم الأستاذ وعيد العطار وكلموا في إجراءات الاستئناف لكن في النهاية بالضبط اللي هو التظلم طيب والمسألة بتنتقل برمتها عند المستوار عادل الشرباجي لكن الحقيقة أنا ما عرفش هي أنتهت أنا لا تعقيب لي على قرارات الانضباط هل تم التحقيق ولا لا أتأكدهم من الولاد ولا إن إحنا ما كناش كاتبين في مذكرتنا الأسماء أسماء كاتواردة في مذكرة النادي الآلي مذكرة النادي الآلي بالضبط فهل الولاد دي بتاع كل ده هم تأقنوا منه كلهم من الناس المحترمين المشهود لهم بالاحترام والكفاءة في الآخر الموضوع بمجرد الاستئناف بينتقل عند لجنة الاستئناف اللي قرارها النهائي وهي بس نتحدد قبول الاستئناف أو رفضه يعني ما نفعش أقول إيه ما نفعش حد يقول إيه لا الموضوع ده ما نفعش في استئناف أو ينفع في استئناف لجنة الاستئناف هي الوحيدة اللي من حقها تقول الاستئناف ده يجوز أو لا يجوز انا من أهمية مطش الشاب ده أنا حسيت إنه هو المفهود أجيب له حكام أجانب هو أخد الرياو بتاعه يعني ممكن يجيب حكام أجانب لنشه ليه أسندت النهاردة احنا كان في قرار مجلس وزراء سابق بحكام أجانب لمباراة القمة وكده 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 وهدك صداع ليك يعني ليه قررت ان انت تسند لحكام مصريين بص كابتن هقول لك على حاجة في مسألة الحكام المصريين وبرضو الأول تعليق على مسألة قرار مجلس وزراء هو الحقيقة اللي بيتردد يعني إن قرار مجلس وزراء من التسعينات من أقام من الجنزور من التسعينات بالضبط الحقيقة هو اتغير كام رئيس وزراء بعد دي وقامت ثورتين وجيت لها كام رئيس جمهورية ده القرار الوحيد للناس فكراء ماشاء الله يعني كام من القرارات اتغيرت والحكومات اتغيرت والقوانين اتغيرت وده القرار الوحيد هفترض حتى ان هو قرار يعني هو طبعا ما ينفعش يكون فيه قرار ان هو يقول لحكام مصريين ولا أجانب توصية لكن يعني هفترض ان هو حتى توصية او في الوقت ده ما كانش لسه كان لسه الحكومة بتعين مجلس وبتحل مجلس فالدنيا نفسها اتغيرت العالم كله اتغير واحنا الوحيدين اللي بنقول كان فيه زمان قرار احنا فاكرين فيه قرار طب ما كان فيه قرار ايام المشير عامل ان الفريد اللي يخسر يروح للمعسكر التجنيد فيعني احنا دي نمرة واحد نمرة اتنين وده الاساس بقى في المسألة انا شايف ان اولا دي قناعتي طول عمري ويمكن من 2011 لما دخلت كنا بنتكلم ويسأل اللي موجودين في اللجنة ثم لما دخلنا المجلس من 2012 2014 قتلنا على المسألة لعب ابراهيم نور الدين مباراة نهاية دوري ثم لعب الكابتن محمد فاروق السوبر ولعب الكابتن محمد الحنفي مباراة في الدوري بالزمت فاحنا لعبنا حتى لو القرار ده موجود فهو خلاص اتكسر خلاص وناس لعبت بالفعل وعدت الماتشات بشكل طبيعي مش خايف انا هقول لحقي على حقي اولا ده مجلس مش منتخب معالهوش ضغوط جماعية عومية وضغوط يعني شعبية جوه الاتحاد نمر اتنين المباراتين في منتصف الجدول وليست في نهاية الموسم اقطع في الحتة دي بس معاليش لو انت كنت موجود اسناء القرار كنت خلتهم ضمن القرار ولا خلتهم نهاية الدور اول ونهاية الدور تاني كما هو العرف سنوات طويلة والله هم وجهتين نظر وكل وجهت نظر انت شخصية انا رأي ان هم يبقوا قرار عمية وزي ما يطلعوا لان في نهاية الموسم ممكن تبقى كويسة للاعلام والبس قد تكون فيها مشكلة احيانا للامت ودي ممكن ساعتها بقى كنا نفكر هل في الوقت ده المصري هيشيل ولا مش هيشيل لكن احنا بنتكلم ان احنا عندنا الحمد لله المباراتين في منتصف الجدول اول حاجة احنا بنتكلم ان ده دي قناعتي المباراتين في منتصف الجدول المباراتين بدون جمهور ده خمسة وعشرين واحد وخمسة وعشرين واحد وخمسين فرد من الاعلام يعني المباراتة قريبا كأنها ماتش ودي ما فيوش حاجة فاضي في وجود الفار في يوم ما تحطش في مبارات تانية يعني لو انت بتشتغل بتامن كاميرا تقدر المباراتي اشتغلها بعدد مضاعف وبتركيز مضاعف فكل الحاجات دي بالاضافة لاننا الاول مرة رجعنا كل البطولات الامم الافريقية بقى موجود فيها حكام مصريين مع كل بطولة كاس عالم عندنا حكام مصريين مرشحين عندنا حكام مرشحين في كل القطاعات الدولية والافريقية فبقى عندي الحمد لله حكام كويسين والوضع يتحسن بشكل كبير جدا مباراة في وسط موسم مش مؤسرة على نتيجة الفرقتين قريبين من بعض بدون جمهور عندي فار مجلس ما عندوش الضغوط اللي بتكون في المجالس العادية مش عايز اقولي انا مش بطولة مني ولا حاجة ودي قناعة اللي موجود طول عمري وانا بطبيعة ما بخافش من التصدي للمشاكل فانا شايف ان ده الفرصة احنا دي تابوهات احنا عملناها وعيشنا فيها كل العالم النهاردة تعال بص حوالينا مع عدد دولتين يمكن قطر او السعودية بلعبوا مثلا بعض المباراة النهاردة بالزبط انما انت بتتكلم النهاردة وحاك انت اثرت النقطة دي قبل كده ودي نقطة جوهرية جدا انت بتتكلم ان كل البلاد النهاردة اللي حواليك العربية بتلعب بحكام محليين واحنا لسنا اقل اللي بنكون في الحكام افضل من كتير جدا منهم فوضع طبيعي ان انا اقولي العالم كله انا النهاردة الدوري المحلي بحكامنا المصريين وعايز اقولي حاجة على حاجة يمكن فيه فيديو يمكن لو فيش فرصة يمكن بكرة يطلع كابتن جمال غندور الكابتن اصام عبدالفتاح الكابتن احمد الشناوي كابتن سامير عثمان الكابتن ناصر عباس الكابتن رضا البلتاجي الكابتن وجيه احمد الهم كل الرؤساء دول كلهم عاملين فيديو بيدعموا التحكيم المصري والموافقة والدعم لإقامة المغلقة في حكام مصري هل الوزير تدخل في هذا الامر داردش معاك بتاعه قالك كذا كذا طبيعي جدا ان هو بيسأل نراجل في الاخر مسؤول عن الرياضة او الامور اللي بتخص او بتؤثر على الرأي العام لازم يسألك ان انا عايز اقولها هايك على حاجة ماينفعش النهارده تعال اتفرق كده في التمنينات وفي نهاية التسعينات الملعب مليان وضغوط ومبارات حاسمة في الدوري وبيلعب حكام مصريين النهارده الدولة بعد ما استعادت قوتها وعنفوانها ما تقدرش تلعب بحكام مصريين بشكل طبيعي الوزير النهارده الدكتور قشف صبح اولا هو دكتور تربية رضاية درس لعشرات ومئات بالالاف من الطلبات ومسؤول عن الرياضة والشباب المصريين مش هيكون داعم للتحكيم المصري طبيعي انه هيكون داعم للتحكيم المصري هو الراجل لما جاله من الناديين طلبات بالمسألة دي اجانب 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 فهو الراجل اللي سأل لما قلنا له تطمير حياك احنا عندنا الحكام دلوقتي لو احنا مش متأكدي ان عندنا حكام على المستوى اللائق او اللي يليق ان هو يدير المباراة دي ويستطيع دارتها بسهولة مش بصعوبة ما كناش فكرنا كنا ممكن نفكر وانا هقول لك على حاجة غريبة جدا انا بقول لك احنا عندنا واحد وعشرين حكم كلهم حاصلين على ترخيص اقام اه ترخيص ادارة المباراة في ظل تطبيق تقنية الفار الواحد وعشرين يقدره بالعكس انا بتكلم مع الكابتن وجيه قلت له هعمل مكافأة قال لي لا مش بلاش المطشدة اه مش البداية بلاش البداية لكن احنا عندنا ناس تقدروا يحكموا المباراة دي بمنتهى السهولة هل ممكن تقول لي اسمين منهم واحد لا او لو بتكلم في الدوليين فالدوليين سبعة لا سبعة احنا عارفين اه محمود البنة وغير الدوليين احنا ممكن اعدلك من غير الدوليين انت تدينا سبق تقولينا اتنين هيبقى واحد منهم او تلاتة لا انا انا معرفش هو مين انا انا اكيده ودرتش معاه لا انا لا والله ما حصل انا بقول لك انا لا لا احنا بندرتش سورة نارو بهزر اقول له طب هلعب انا بقول لك اعمل لك مكافأة الولايبت بغير دولي لا هلعب الدولي اه تمام بس اولا محمد الحنفي مش دولي كان دولي قبل كده ومش دولي مثلا ما في يعني ما عندناش مشكلة اه لكن انا بقول لك الدوليين انت بتكلم في محمود البنة اه محمد عادل اه امين عمر احمد الغندور اه جهات جريشة اه معروف ابراهيم ابراهيم نوردين كل دول اللي من دول اه لعب اهل وزمالك قبل كده هو ابراهيم فقط اه محمد الحنفي من خارج الايمة الدولية النهاردة اه وليعب برضو اهل وزمالك طب انا اقول لك انا عندي النهاردة في القسم التاني تعرف ان الواحد وعشرين دول ولا واحد فيهم بينزل على ماتشاط القسم التاني بما فيها المبارات الصعبة يعني عارضة فارقه البلدية الولمبي كل ما تشدي شايلها حكام غير الواحد وعشرين دول اطلع كمان احنا عندنا بالزبط احنا عندنا نادر امر الدولة عمر الرمضان حمد الجلاو صبر ابراهيم وممكن عادي لك دواتي عشرين اسم في بي بي ولا اكتر عشرين اسم في القسم التاني شايلنا تقريبا في المنتسبة الناس يبقوا قلقانين فارقه البلدية الاسبوع اللي جاي ايه يعني فارقه البلدية الاسبوع اللي جاي هيلعب نفس الحكام في مقشبك زيرف فهو عارف القرار هناك لكن هو بالاول قاله والله انا ما شايف ان ده مش وقت وعلى فكرة وجود اعتراض من الناديين رفع الحرج على الاتحاد ان لو طرف معترض وطرف موافق كان يبقى انك بتلعب انا قلت ده على الهوى بمان اه رب ده ايك طبعا طبعا قلت لو الاتنين معترضين ده مكسب للاتحاد طبعا الاتنين وافقين او الاتنين معترضين لكن واحد واحد كان هتخطنا شوية في حرج هذا هو ميزان الاهل والزمان ماذا عن الفار وشركة اسبانية جات وانت اعتردت وفلوسة دفعت وعربية قديمة وعربية جديدة وما دفعتش مستحقات نتحدث ولكن بعد الفار طيب عندي مجموعة اسئلة سريعة نبدأ الاول بالفار الشركة اللي تم التعاقد معها مشت لا هي موجودة لكن في بعض الامور اللي كانت مؤخرة لانهاء الامور اللي هي خاصة ببعض العربيات اللي ما كانتش بعض المعدات اللي مش هي اللي موجودة في المناصر بنحاول ان احنا نجد حلول ان شاء الله باذن الله ان احنا ننهي الامور التعاقدية والادارية ونركز على الامور الفنية في تطوير المسألة الفنية فان شاء الله باذن الله قريبا تنتهي المسألة ديت ونصلح الوضع اللي من الاول ما كانش يعني منضبط مع نفس الشركة حتى لو احتاجنا ان احنا ندعم بشركة تانية كان عندنا شركة انجليزية لان احنا بنفكر احنا نحل الموضوع ده احنا نديه لجهة من جهات الامر المباشر واحنا نتعامل معها مباشرة وهي تتعامل مع الشركة ونغطي القصة ونقفل ممتاز ليه مشيت الدكتور محمود سعد وليه جبت في انجادة لا هو الموضوع مش كده الموضوع ان الدكتور محمود سعد الراجل طبعا قيمة كبيرة وعلى رأسنا من فوق وكابت ما حدش يقدر يقلل من لنا ولا غيري هنقلل من الراجل ولا من تاريخه خلاص انت بتتكلم في خمس سنين او اكتر من العمل في الاتحاد ممكن يكون التعامل الاول تقالب مع الاتحاد الافريقي والدولي مش هو اللي ممكن يكون مرجو بالنسبة لنا فكان محتاجة تجديد دم محتاجة تغيير دماء وتطوير ودي فرصة دلوقتي احنا نجهز كل حاجة ان شاء الله باذن الله للمرحل اللي جاية احنا عندنا مرحلة بعد كاس الالبعد الالمبيات ان شاء الله عندنا اولمبيات عشرين اربعة وعشرين عندنا كاس العالم عشرين اتنين وعشرين عندنا كاس العالم عشرين ستة عشرين تمانية وعشرين للمبيات ان شاء الله لحد انتهاءا بكاس العالم عشرين تلاتين فمحتاجين رؤية جديدة بطريقة جديدة بخطة جديدة من حد اولا فينجادا غير ان هو مدرب سابق يعني على مستوى كبير حقق بطولة الدوري مع الزمالك او كاس اسيا مع السعودية وحقق واشتغل في مراحل الشباب وحقق كاس العالم مع البرتغال في واحد سعين مع فريق الشباب برويكوستا ولوسفيجو والجيل العظيم للبرتغال غير كده ان هو رجل اكاديمي هو بروفسور هو بيدرس اساسا كمان في الجامعة في وقت من الاوقات وهو المرحلة العمرية اللي هو موجود فيها هي مرحلة الخبر اللي انت تحتاجها يقدر يعلم معا مساعدينه اولا مع احترامي للمبلغ اللي تردد في الاعلام ولا نصه ان شاء الله باذن الله المبلغ اقل من النصف بالمساعدين اللي معاه واحد يعلم الناس ده فتنس كوتش ومعاه ايه ليسنس يعني يعني مدرب اليقاء ومعاه ايه ليسنس هشتغل مع منتخبات الشباب كلها والنشيئين والكرة عدل فريل اول عدل فريل اول فريل اول معاه معدل بدني لكن هو بيكلم هشتغل معدول وهيعلم الناس في المناطق وفي المحافظات الراجل معاه حد من المساعدين لمسح بقى المناطق والفروع وغير بالتعاون مع مديرين الفنين اللي هيتعينه في كل الفروع عندنا اكتر من مئة واحد من مديرين فنين في القطاعات موجودين في كل ربوع مصر وتحت ايده وتحت ايده مع برامج منتخبات الشباب والنشيئين ان شاء الله من اول مايو اول مايو اول مايو اول هيجو ان شاء الله الاسبوع الاول من مايو هيعدي هيكون موجود من الاسبوع التاني ان شاء الله من مايو ودي لأسباب بيخلص بقى اموره الاسرية وخلافه فانا شايف ان هي مرحلة هتعرف ان كان عندنا قبل كده هيدروجوت وده كان اجنبه كان مدير فن الاتحاد وقبليه كرامر احنا كنا محتاجين مرحلة تالتة لحد حقق نجاح علاقته كويسة في مصر يلقى قبول عند الجماهير المصرية بشكل عام وكمان عند الاتحاد الافريقي والاتحاد دولي ودي نقطة مهمة جدا طيب عندك مشكلة جبارة ان القيد الافريقي الاتحاد الافريقي اعلن خلاص انه القيد الافريقي للموسم اللي جاي هيبقى قبل ما يتدوري بتاعك يا انتهي بما يعني انه الاندية هتلعب البطولات الافريقية اللي جايه بالقيمة القديمة هتحل ده ازاي لا اولا هو احنا عندنا نقطتين لكن لازم نبقى فاهمين كويس جدا واحنا بنستكمل الموسم الماضي ان ده له تابعات مؤكد انه ليه حقق كويسة ان احنا كمينا لكن فيه نتائج بتحصل دلوقتي من ضمن النتائج دي هي صعوبة الموسم احنا بنحاول نضغط الموسم عد ما نضغط رغم ما يعني ما يخلفه هذا من تأثير على الاندية المصرية المشاركة في البطولات الافريقية او حتى على المنتخبات الوطنية المختلفة احنا بنحاول ننهي في اقرب وقت ممكن بس مش قبل القيد الافريقية ان الموسم هيبقى تلاتين تسعة احنا هنحاول نحل مع الاتحاد الافريقي بشكل كبير لكن في الاخر القوائم اللعيبة اللي مستمرة مع الاندية هي الافريقية هتشكل الغالبية هنحاول نحل كيس باي كيس تعرف ان الاتحاد دولي السلفات كان سمح باستثناء ان فتح القيد للموسم الجديد قبل نهاية الموسم الحالي باربع اسابيع هنحاول نوصل ان يبقى شهر تسعة باي اربع اسابيع بس بحيث ان انا ابدأ القيد الجديد حتى وان كان الموسم مستمر لكن احنا ارسلنا للفيفا نتأكد هل نفس الشرط اللي كان موجود استثناءا من قواعد القيد وشؤون اللعابين هيستمر هذا الموسم ولا الموسم اللي فات وكفى وبالفعل احنا بدأنا التخاطب في هذا الشأن لو كان المسألة دي هتستمر هتريحنا بشكل كبير جدا وهتحل المشكلة بشكل كبير هنتعامل بالمواقمات مع الاتحاد الافريغي وان شاء الله هنوصل لصيغة مناسبة ان شاء الله تخدم الاندية المصرية طيب فقرة بقى متفق ام مختلف انت تسيطر على كل شيء داخل اتحاد الكو لا مختلف مختلف اصحنا بنسمعش غير مهانس احمد بجاه لا انا اولا اللجنة اللي معايا الاتنين اللي معايا ممتازين يعني محمد الشواربي واحمد حسام عواض على اعلى مستوى كل ادارات الاتحاد يعني مش عايز اقولك كل الادارات الاديمة اللي انت تعرفهم وتعرف خبراتهم كويس جدا كلهم شغالين بشكل يومي بشكل يومي ولاهم صلاحيات بالعكس وان الجوابات سهلة وبتطلع بسهولة وادارة المسابقات بخيط موجود ادارات والد العطار موجود الحج فوزي غانم موجود الكوادر الاديمة صاحبة الخب بالاضافة طبعا للعشرات من غيرهم مش عايز انسى اسماء يعني لكن الكوادر الاديمة ذات الخبرة في الاتحاد كلها شغالة بكفاءة بكفاءة عالية استاذ اسماء اسماعيل في الاعلام الشعبان في العلاقات العامة كلهم شغالين الكابتن وجيه في الحكام بكفاءة يعني 80% لا يعني فيش مركزية في الادارة لا في مركزية لنا كلنا انا عامل زي ما يكون في مكتب تنفيذي بخلاف اللاجنة احنا التلاتة مفيش اغلب القرارات والاجتماعات بيكون فيها 12 واحد طب ممتاز جدا ليه اول ما جيت تفورت عدد كبير اول مشيته تقريبا محدش ماشي من المنظفين القدام غير واحد يمكن واحد فقط بلدياتك وهو كان عنده ظروف يعني عايز روح فاتح شاهين هو اللي مشي وبعد ومن شهر بس مش من الاول ولا حاجة لا الجداد انا قعدت برضو جبت كل المجموعة اللي موجودة وقعدوا معايا كلهم مين يا جماعة كويس في الجداد قالوا لي اسمين قالوا لي اهاب وده في المخازن استاذ اهاب و اهاب صليب في المخازن وقالوا لي راما موجودة في الاتحاد في قدارة الاتحاد دول من الناس الجداد اللي هما بالنسبة لهم كانوا كويسين البقين في تمانية او تسعة او عشرة بقين كلهم كانوا جداد وليد العطار كراجل قيم بعمل مدير التنفيذي والادارات والادارة الملايوة كلهم انا ما شفتش ولا واحد فيهم ما عرفش حد فيهم قالولك دول ما لهمش اللي قالولي دول كويسين استمروا اللي قالولي دول مش مش كويسين طيب تتفق ام تختلف غير راضي عن مستوى اداء جهاز الاداري في المنتخب الاول لا مش هو الامثل لكن انا اه راضي يعني الحقيقة يعني انا معجب جدا بمحمد بركات اه يعني مفاجأة غريبة لان انا جيت الاتحاد وانا مش مقتنع به او انا متصور ان هو هيتعامل ان فكرة النجم اللي بيجي الاول مرة بيشتغل ان هو يبقى مدير منتخب بيبقى مسألة لسه ان حد نقصه حاجة في اللبس او فيه ادارة او فيه عربية نقصة مش بتاعته يعني مش متعود هو على المسألة دي فمن يوم ما جيت الاتحاد شايفه بيكتهد جدا متواجد بشكل كبير جدا بيسأل الادارات اللي موجودة في الاتحاد ومتعاون معها نسي حط قلع بدلة لعيب الكورة ولبس بدلة الاداري فان شاء الله بإذنان شايفه جايب بشكل كبير جدا لكن ماهوش كل الوضع الاداري منتخب مصر ان شاء الله بإذن الله هيكون احسن وهيكون في احسن وضع ان شاء الله الفترة اللي جاي احنا بنقعد معهم ومتعاونين وعندنا من الخبرة اللي تمكننا ان شاء الله ان احنا نغطي اي قصور بإذن الله في مسألة المدرب المصري هو الافضل للمنتخب المصري المدرب الاجنبي هو الافضل للمنتخب المصري في اغلب العصور لسبب واحد بس ليس لنقص الكفاءة لسبب واحد بس لأن الجماهير المصرية مدرب المصري بالأسف مع التمزق اللي موجود في سوشال ميديا ما بين الجمهورين فالجمهورين بيحبوا ويكرهوا مش بيقيموا لكن ما تحملوا حسام البدري كابت حسام البدري في فترة الفاتت خلاني أنا شخصيا أبدأ أغير فكرتي عن المسألة دي وشايف أن هو الرجل ماشي بشكل كويس جدا وإن شاء الله هنوصل كاس على معلقة دي تتفق أم تختلف هانيا بوريدة ليس له دور في اختياري في اللجنة الثلاثية لا طبعا لو دور لكن هو لو دور أساسي لكن الناس عارفيني يعني الفرق بين اختيارين إيه هو لو دور في اللجنتين اللجنة الأولى هو اللي قدم الأسماء بالكامل من غير ما يكون حد من الفيفا وماثية أب الزبط كانوا سبع على فكرة كانوا سبع أسماء هو اللي قدم السبع أسماء اعتذر الكابت حسام البدري والأستاذ ماجد ناجاتي بعد كده والخمسة اللي جمه هو اللي قدم الأسماء لمسؤول الفيفا ما كانوش يعرفه ولا واحد فيه المرة دي هو لما قدم أسماء البدري والأسماء هم بس كانوا يعرفوه وده الفرق لكن هو في الحالتين هو الحالتين طبيعي إن هو لا يوجد على السحر يا دي في مسر من يستطيع خلافة أبو ريدة في الكاف أو في الفيفا لا في الفيفا محدش يعني عشان بس نبقى منصفين يعني ومقتنعين محدش يعني ولا أنا لو هو سعيدني حتى في الوقت الحالي أبو ريدة بعد ما يخرج من الفيفا قدامنا فترة طويلة جدا عشان نرجع تاني ناخد المكان عشان نبقى نبقى عاد لكن في الكاف الكاف بمساعدته ممكن حد تاني يبقى موجود بند المرتبات في الاتحاد ارتفع بشكل ملاحظ جدا خلال عمل لجنة الخماسية آه طيب ده صحيح صحيح متفق منتخب الشباب تعرض للظلمة في بطولة شمال افريقيا بتونس يعني تعرض لعدم التوفيق وليس الظلم والأخطاء 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 طبعا العقوبات التي وقعت على الجهاز منتخب الشباب قاسية لا أنا 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 قلتلك أن أنا ما عنديش تعقيب على قرارات لجنة الانضباط هم استأنفوا الكابتر ربيعي عسيني انت انت كشفت كمسؤول بصوا لك على حاجة أنا مليش علاقة بالتحقيق لكن لما تيجي تسألنا أنا هو ربيعي عسيني في يوم من الأيام أنا في سنة المأوية هو في يوم من الأيام حمل شارة كابتن منتخب مصر فأنا بشكل يعني شخصي بس بتعاطف مع الشارة ومع مجهود ربيعي عسين طوال السنين اللي فاتت آخر حاجة طب مذاكرة التفاهم التي وقعها اتحاد الكرة قبل استقالته من شاركة الملابس كانت تنص على حصول الاتحاد على سبقه 750 ألف يورو في العام ثم فجيت بعد التولي المهمة باقصائية لجنة خماسية وقعت العقدة مقابل 350 ألف لا أنا رفضت توقيع العقدة لكن لقيت مذكرة بالمبلغ ده وإنما إنما ده صحيح ده صحيح ايه بقى اللي هو ايه؟ إنها كانت 750 لقيتها 300 أو شوية كانت 750 لقيتها 350 طب ازاي يعني؟ لا أنا معرفش إيه الملابسات بتاع المسألة عشان كده ما إحنا شغالين بالمذاكر التفاهم الأولى وبنتعامل مع الشركة بمذاكر التفاهم الأولى لكن أنا ما وقعتش العقد لإني لقيته مش بالمبلغ اللي كان متفق عليه رغم إن حتى المبلغ اللي كان متفق عليه مش هو الأمثل بالنسبة آآ لمنتخب معلش بس بس 750 و تلتمائة وخمسين ده تفهم منها إيه يعني؟ لا 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 أنا معرفش إيه إيه المفاوضات اللي حصلت في هذا الشأن لكن ده الورق اللي قدامي؟ ده الورق اللي قدامي ألا اخترت بيه جاتة لده ريه؟ لا إحنا ما شاء الله إحنا من يوم ما جيت أنا عدت شهرين وشوية تقريباً لا يخلو إحنا فضي ده مكتب يعني النقص عارف إنت يعني عندي مكتب العلاقات العامة مكتب الإعلام ده مكتب التفتيش أوكي حبي بتقول أي حاجة آخر؟ لا أنا سعيد إن أنا أكون معاك يا كابتن والحقيقة يعني سعيد إن أنا أكون في قنوات بعد فترة طويلة جداً بعيد وأتمنى إن دايماً يكون الاتحاد عنده الفرصة إنه هو يوضع إنه أحيانا أنا في بعض القرارات تبقى صعبة شوية أنا ممكن أبقى صعبة شوية في التعامل محتاجة كتالوج يعني محتاجة شرحة فهي بحتاجة بس توضيح مش شرحة إنه استفهم كل حاجة لكن هي محتاجة بس توضيح في سنة مقاوية اتحاد المصر لكرة القدم إحنا بلد لنا تاريخ عظيم في الكرة بخلاف طبعاً عندنا تاريخ عظيم في كل مناحي الحياة عندنا تاريخ عظيم في كرة القدم نتمنى إن إن شاء الله بإذن الله نتفرج على مبارات الأهل والزمالك سواء يوم 18 أو في 10-5 مباراتي الأهل والزمالك إن شاء الله يعني المبارات تليق بتاريخ وسمعة الكرة المصرية والعالم كله بيتفرج على المباراتي إن شاء الله بإذن الله شكراً كابتن أحمد شكراً جزيلاً أنا اللي بشكرك كابتن ربنا خليه شكراً جزيلاً غداً بمشيط رحمة اللقاء جديد أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته